الدرس الأول أكون الأعداد ذات أربعة أرقام وأكتبها وأقرأها واحد رتبت وسائل النقل في الجدول ترتيباً حسب العدد الأقصى للركاب بكل وسيلة أعمر الجدول بعدد الركاب المناسب لكل وسيلة نقل وفق المعطيات عدد الركاب في إحدى وسائل النقل يتركب من أربعة أرقام المنزلة الرابعة تسمى منزلة الآلاف وسيلة النقل الباخرة القطار الطائرة الحافلة العدد الأقصى للركاب الباخرة ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد القطار سبعمائة وخمسة وثلاثين الطائرة سبعمائة وواحد الحافلة خمسة وسبعون اثنان أساعد أحمد على كتابة العدد الممثل في جدول المنازل على السبورة أحد أحد عشرات مئات مئات آلاف ثلاثة أنقلوا الجدول التالي وأتم تعميره ألفين وخمسمائة وثمانية سبعة آلاف وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون أربعة أكون بالبطاقات التالية عدداً ذا أربعة أرقام حسب المطلوب في كل مرة واحد صفر سبعة اثنان ألفين ومئة وسبعون أو ألفين وواحد وسبعون إلى آخره رقم مئات العدد سبعة ألف وسبعمائة وعشرون أو ألفين وسبعمائة وواحد رقم آلاف العدد سبعة سبعة آلاف ومائتين وعشرة خمسة أتم تعمير الجدول العدد عدد العشرات رقم المئات عدد المئات رقم الآلاف عدد الآلاف ألفين ومائتين وتسعة عشر عدد العشرات هو خمسمائة وواحد وعشرون رقم المئات هو اثنان عدد المئات هو اثنان وخمسون رقم الآلاف هو خمسة عدد الآلاف هو خمسة ستة آلاف وثمانون ورقم المئات هو صفر وعدد المئات هو ستون ورقم الآلاف هو ستة وعدد الآلاف هو ستة سبعة آلاف وخمسمائة عدد العشرات هو سبعمائة وخمسون ورقم المئات هو خمسة عدد المئات هو خمسة وسبعون وعدد الآلاف هو سبعة ورقم الآلاف هو سبعة ستة اكتشف تواريخ هامة لبلادي ألف أبحث أبحث عن هذه التواريخ سنة احتلال فرنسا لتونس عدد مئاتها ثمانية عشر ورقم عشراتها مساوي لرقم مئاتها ورقم آحادها مساوي لرقم آلافها إذن رقم عشراتها يساوي ثمانية ورقم آحادها يساوي واحد بالتالي سنة احتلال فرنسا لتونس هي 1881 سنة استقلال تونس عدد عشراتها مائة وخمسة وتسعون ومجموع أرقامها واحد وعشرون أي أن رقم المئات هو تسعة ورقم الآلاف هو واحد ولمعرفة رقم الآحاد نقوم بجمع أرقام العدد مئة وخمسة وتسعون ونطرحه من واحد وعشرون والنتيجة التي نتحصل عليها هي رقم الآحاد وبالتالي سنتمكن من معرفة سنة استقلال تونس واحد وعشرون ناقص خمسة زائد تسعة زائد واحد يساوي ستة إذن سنة استقلال تونس هي الف وتسعمائة وستة وخمسين سنة إعلان الجمهورية بتونس عدد مئاتها تسعة عشر والفرق بين رقمي مئاتها وأحدها اثنان ومجموع رقمي عشراتها وألافها ستة عدد مئاتها تسعة عشر أي أن رقم مئاتها هو تسعة ورقم آلافها واحد الفرق بين رقمي مئاتها وأحدها اثنان أي أن رقم الآحد يساوي رقم المئات ناقص اثنان تسعة ناقص اثنان يساوي سبعة سبعة هو رقم الآحد مجموع رقمي عشراتها وألافها ستة هذا يعني أن رقم العشرات يساوي مجموع الرقمين إلا رقم الآلاف ستة ناقص واحد تساوي خمسة خمسة هو رقم العشرات إذن سنة إعلان الجمهورية بتونس هي الف وتسعمائة وسبعة وخمسون باء أرتب هذه التواريخ على مستقيم احتلال تونس الف وثمانمائة وواحد وثمانون استقلال تونس الف وتسعمائة وستة وخمسون إعلان الجمهورية بتونس الف وتسعمائة وسبعة وخمسون سبعة اكتشف ارتفاعات جبال ببلادي ارتفاع جبل الشعانبي بولاية القصرين بالمتر عدد عشراته مائة واربعة وخمسون ورقم آحاده مساوي لرقم عشراته إذن ارتفاعه يساوي ألف وخمسمائة واربعة واربعين مترا ارتفاع جبل الغرة بعين دراهم بالمتر عدد مئاته إثني عشر ورقم عشراته صفر ومجموع أرقامه إثني عشر يعني أن رقم مئاته اثنين ورقم آلافه واحد ورقم عشراته صفر وبقي لنا لمعرفة طوله أن نبحث عن رقم آحاده رقم آحاد يساوي اثني عشر ناقص واحد زائد اثنين زائد صفر يساوي تسعة إذن ارتفاع جبل الغرة هو ألف ومائتين وتسعة متر ارتفاع جبل السلوم بولاية القصرين بالمتر عدد مئاته ثلاثة عشر ورقم آحاده ومئاته متساويان ومجموع أرقامه أربعة عشر عدد مئاته ثلاثة عشر أي رقم المئات هو ثلاثة ورقم الآلاف هو واحد رقم آحاده ومئاته متساويان أي أن رقم الآحاد يساوي ثلاثة مجموع أرقامه أربعة عشر أي أن رقم العشرات يساوي أربعة عشر ناقص واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي سبعة إذن ارتفاع جبل السلوم هو ألف وثلاثة مئة وثلاثة وسبعون مترا ارتفاع جبل سيدي عايش بولاية قفصة بالمتر مجموع أرقامه الأربعة اثني عشر ورقم آحاده تسعة ورقم عشراته اثنين اثنى عشر ناقص تسعة زائد اثنين تساوي واحد واحد هو رقم آلافه ورقم المئات صفر لأن ارتفاع الجبل مكون من أربعة أرقام ومن غير الممكن أن يكون واحد هو رقم المئات بالتالي ارتفاع جبل سيدي عايش هو ألف وتسعة وعشرون مترا